اشتركوا في القناة ارهاب تكفيري يضرب لبنان وضريبة دم جديدة تدفعها المؤسسة العسكرية علي الخرات ومحمد ظاهر ارتفعا شهداء إثر تعرضهم لتفجير إرهابي في عرسال فأبا ابن البقاع محمد حمي إلا أن يلحق برفاق دربه وارتفع شهيدا بعد إعدامه على يد الإرهاب التكفيري فعاشت البقاع كما الجنوب كما عكار حزنا واحدا على شباب أبو إلا أن يذودوا عن الوطن بدمائهم وأهال ينتظرون بارقة أمل ويتضرعون لكي لا يلاقي أبناءهم الأسرى المصير عينه كما علي وعباس ومحمد ولكن أي أمل مع تكفيريين لا يؤمنون بإله ولا يوفون بعهد سياسيا اليوم جلسة شديدة لانتخاب رئيس للجمهورية ولا جديد يلوح في الأفق في حين أن الوقت يمر وموعد انتهاء ولاية المجلس تقترب مع أسرار رئيس المجلس النيابي الرئيس نبيه بري على إجراء الانتخابات وعدم التمديد لمجلس معطل لمناقشة هذه المحاور يسعدون استقبال نائب رئيس مجلس النواب السابق إلي الفرز لأهل أوصال فيك دولة الرئيس أهلا فيك سيد صباحك وصباح مستمعين جميع حنبدأ اليوم في جلسة لانتخاب رئيس للجمهورية الواضح أنه مثل سابقاته مصيرا حيكون ما في تأمين نصاب ولكن دولة الرئيس بهذا الوضع هل بتعتبر أنه نحن ملف رئاس الجمهورية في لبنان هو مجمد في الوقت الحالي لكن لألك شغلي بصورة يعني أعطي توصيف للصورة واضح وأعتقد وأعتقد أنه هذا الكلام سيكون هو عنوان يعني هو الذي سيسود على السحة أولا لا شك هناك عن كل المفترض أن يكون عن كل المكونة السيسية قناعة أنه يجب أن يصار إلى انتخاب رئيس رئيس هو رمز الدولي رمز وحدة الوطن رمز استقتال الوطن هو الذي يقسم اليمين للحفاظ على هذه المقدسات الثوابت وبالتالي في ظل التحديات التي يعيش البلد لابد من رئيس لكي أيضا يمتص ويستوعب كل التناقضات الموجودة على الساحة في سبيل خدمة الصورة الوحدي وحالة الاستنهاد الوحدي التي يجب أن تكون زائدة في ظل مواجهة التحديات الوجودية الخطيرة التي تواجه البلد هون يبرز سؤال آتي هل أن أي رئيس لا تتوفر فيه رئيس الجامع القادر المتمكن الذي يلغي تناقضات المكونات أو الذي يستطيع أن يساهم بصناعة الوحدة الوطنية الحقيقية هل هذا الرئيس باستطاعاته أن يعكس فكرة الشراقة الوطنية التي تؤمن وحدة البلد وتستنهد الناس وراء مشروع الدولة لمواجهة هذه التحديات هنا السؤال الجواب واضح وثوري وسريع أن أي رئيس لهذه الممة هو كلام خطير والأهم عندها أن لا يكون رئيس في هذا موصوفي لأنه الرئيس على هذه الشكلة هو رئيس يغطي حالة التناقضات وهو أضعف منها يعني المطلوب رئيس قوي بهذه الفترة وقالله خلينا بشغور خليني كمان حد طبعا 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 بس الشغور مش أخطر نحن لسنا بحالة شغور في مجلس وزراء وبالعكس إذا بيكتحكيها من حيث البعد الداخلي اللبناني مجلس الوزراء اليوم أبي جسد المناصف كل القرارات أن تصدر بالتوافق بس هذا كمان في وجهة نظر تتحدث أنه هذا الشيء عم بعيق إصدار القرارات بمجلس وزراء القرارات التي تحول في طياطها طبعا الوزير الذي يعترض هذا يعني أنه مكون تم حماية الاعتداء على مكون من المكونات في ظل الظرف الذين عيشوا بتعبير آخر نحن مصدر الوحدي في البلد هو أشعار المكونات السياسية أنها ممثلة تريد أن تريد أن تبيعي نقطة أساسية لا ما تروحي ما تشطي عنا ما رح تشطي عنا ما هونك عام سؤال أهم نقطة لتأمين وحدة البلد هي شعور المكونات الأساسية التي ينتمي إليها التي يتألف من الوطن أنها ممثلة تمثيلا صادقا حقيقيا طب ما فينا نحس هلالإحساس بالنصف زائد واحد بمجلس الوزراء؟ لا، طبعا لا وخصوصا في ظل وضع عنوانه الاتيام برئيس في ظل موازين القوى للمجلس النيابي مشلع الانتماء مشلع الولاء يستفيد فقط من التنقضات المسيحية المسيحية ليقي يستقر عليها وقد كانت هناك تجربة ميشيل السيمان التي هي من أكثر التجارب والتي كان لها نتائج مدمرة على الكيان والبلد وأكبر دليل ما حدث في إرسال وتصريح الشهير بعد موجود القاعدة بعد أن كان وزير الدفع قد أدل بها نحن نريد رئيس يعكس الإرادة المكونة الذي ينتمي إليه يمثل تمثيل صحيح إلى جانب رئيس مجلس نوان يمثل تمثيل صحيح إرادة المكونة الذي ينتمي إليه إلى جانب رئيس وزراء يمثل إرادة المكونة الذي ينتمي إليه يجتمع أولئك جميعا يؤمنوا وحدة الدولة بيعملوا أكبر عملية استنهاض للشعب اللبناني وراء دولتهم في مواجهة التحديات الوجودية جنرال ميشيل عون هو بشكل نحن أنا ما أدخل بالأسماء ولكن جنرال عون لا شك هو طليعة من تتوفر في هذه الموصفات بصورة حاسمة وقاطعة ولا لبسة فيها بس في فرقاء بالساحة السياسية الداخلية هنا ما بدهم ما بيدعموا ترشيح جنرال عون ياخدوا وقتهم ممكن يغيروا رأيهم بعد فترة ياخدوا وقتهم رأيهم من متطورات من موقف إقليمي وهذا كله معروف لأن الرئيس سعد الحريري الذي يكون الفريق الوازن والمكون الوازن بما يسمى 14 أبار وعلى المستوى الوطني كطائف السنية كريمة دخل بحوار وكان من الواضح أنه ذهب باتجاه معين الاتجاه صلبي الاتجاه معين باتجاه التوافق مع اللي بدهم وبدليل أنه توفقوا على الحكومة وكان من نتائجها الحكومة مسألة الحوار حول الرئاسي اللي عطلته المملكة العربية السعودية بالتصريح الشهيلة سباو الأمير وزير خارجية فيصل طيب الموقف مملكة العربية السعودية مرتبط بالتطورات الإخليمية وبرعبة الصراع الديرة على الساحة الإخليمية وحتى يخدوا وقتهم وبالتالي هذا موضوع لن يتم المساوم عليه لن يتم المساوم عليه مهما طالت فترة مهما طالت طيب نحن هلأ كمان قدمين على انتهاء ولاية المجلس النيابة أنا شخصيا أنا شخصيا يعني بعتقد المجلس النواب ما احترامي للمجلس وأنا شخص مجلسي بطمعي وبثقافتي ولكن هذا المجلس بالتحليل صفة يعني مجلس يعني بقوة الديمومي موجود وأنا ضد إجراء الانتخابات على أساس قانون الستين أنا مع التمديد لو الأمن بلبدان سويسراني أنا ضد إجراء الانتخابات على قاعدة قانون الستين لأنه يحمل في طياطة هذا الانتخابات إعادة إنتاج المكون المسيحي النيابي بكنف الكيانات المذهبية الأخرى وصرقة حقوق الدستورية المسيحية واختصابها وضرب المادة 24 من الدستور التي تتحدث عن المناصف وأعني المناصف الفائلي لذلك أنا ضد إجراء ألا أضف إلى ذلك عوامل أمنية واضحة منطقة محترقة ملتهبة التهاب شديد واضح وبالتالي استحضروا النار إلى لبنان لبنان أبيغلي وبالتالي المصلحة تقتضي التمديد حتى لو ميوامي يعني مددي لو ميوامي للمسجلس بسيطة نوى بلا شغلة يعني ما عندون عمل محترام 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 رئيس بري مضبط ودعنا عم بستند بكلامي أكبر تشاهد على ذلك هو دولة الرئيس اللي هو رئيس المجلس النيابي واللي هو عميد الرؤساء المجلس في العالم في العالم قال لهم تعاولي حتى نحدد معالم الشغل إذا ما نستمر وإلا لشو الاستمرار كمان صحيح رح يتم الاتفاع على سلسة ترتاب والرواتين على مسألة اليوروبوند على مسألة درس الموازني اللي حولها معالي الوزير علي حسن خليل وخيرا فعل بعد تعطيل تحويل موازني ضمن المهنة الدستورية مدة عشر سنوات وهذه من أكتر الأعمال الذي قابوا بها عشر سنوات لحتى ما يعملوا قطع حسن وأخيرا وليس آخرا المطلوب التفكير بقانون انتخاب نيابي لأبي هربوا منه ليش أبي هربوا منه لأنه أي قانون سيحمل في طياطي إعادة إنتاج الحقوق الدستورية للمسيحيين في لبنان أو تحسين ظروف التمثيل بعد أن سرقت بموجب سرقة موصوفي متمادي على مدى خمسة وعشرين سنة سرقة موصوفي عن سبق إصرار وتصميم ولا أحد يستطيع أن يقول لا لا أحد من كبير القوم صغيرين لذلك لاش ردوا الحقوق لأصاح أصحابه ردوا الحقوق لألآن ردوا الأمانات لأصحابه وبالتالي هذا هو بيت القصيد لا يمكن أن تتوفر وحدة في البلد خارج هذا الإطار مسألة الإلكشنز ناو كما حدث عام 2005 تمريرا بمخطط معين هذا لن يحدث الاعتقاد أنه منخلق ضجي ما في رئيسه منعم المندبي ومنخلق حالي من الهياجان القائم على أساس الهويل والثبور وعبائم العبور أنه ما فيش رئيس لن يحدث لن يحدث حتى يقضي الله أمرا كان مفعولا على المستوى الخارجي وعلى المستوى الداخل يعني بانتظار تطورات الخارجية لحظة تضح الصورة عنها لا نشوف بالداخل دولة الرئيس حدثك خايف على المسيحي الشارق بشكل عام خايف ما تحققت شو بدي خاف بعد بخاف عشي بش موجود ما قضي الأمر الذي فيه تستفتيا طيروهم في إسرائيل طيروهم بالعراق تطير محترم بسوريا سواء باتجاه الخارج أو باتجاه النزوح الداخلي لبنين عانى معانى وفل اللي فل وهلأ بيحاولوا الاهتداع على الدور المسيحي في لبنين بنية أن يهمش المسيحيون فيصبحوا فيشعرون أنه شؤلنا مصلحة بها البلد البلد مش بلدنا لنفل واضحة المعادلة مؤامرة كاملة الأوصاف لإجتذاذ هذا الوجود مثل إجتذاذ حزب البعث بالعراق طب نحن رايحين يعني على ممكن فترة تمديد محددة بشارة فتح بيب التشريع للمجلس النيابي ممكن إلا بش ممكن هيك رح يسير شو هيك رح يسير وحسن فعل الرئيس بري وأنا معه كنت بهذا التصرف لأنه هؤلاء جماعات يعني حقيقة كم البرهان القاطع أنه ما نظرتهم للبلد نظرت أنه فيه كيان مذهبية ونحن نريد أنه سيطر ليس إلا حقيقة الواضح بالبلد مش هيك البلد لكل أبنائه البلد لكل أبنائه لايك شو صار باليمن طب بالإراق الأقلية السنية العربية العربية أقول اعتبرت أنه حقوقا دستوريما مسروقة واعتبرت أنه فيه اقتصاب لحقوقها واعتبرت أنه فيه اعتداء لها وقد يكون ذلك صحيح تحت عنوان اجتدات البعث طيب لايك لو أن نصد العراق لاجه يتصرفوا بلبنان هاي لا 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 دولة الرئيس طيب الوضع السياسي بلبنان برأيك بحاجة لمؤتمد تأسيسي يرجع يعيب نظم هذه الأمور هاي تعبير تأسيسي ومأسيسي ونأسيسي لشو خلينا نقول شغلي فيه اتفاق دستور اسمه الطائف نحن مع تنفيذه نصا وروحا ونحن مع الالتزام به نصا وروحا ونحن مع تقويم الاعوجات الذي طرأ على تنفيذه منذ عام 1990 حتى اليوم ونحن نتمسك به تمسكا كاملا هلا إذا أصر الطرف إذا أصر أصرت أطراف على الحفاظ على واقع الاعتداء وعلى الحفاظ على مخالفة الحقوق الدستورية والنصوص الدستورية إذا أصرت على هالوضع فإذا نسأت بتكون هي مبدة الطائف لإشنا نحن نحكي ببناء نحن مبدة الطائف وإذا حق من الحقوق نفزوه أبدون شي نفزوه سأتنعم فلنذهب إلى عقد اجتماعي جديد ما بده لأننا نحن متمسكين بالشراكة الوطنية وبالعايش المشترك وهالترجوبة كلها اللي كل مرة بنرفعها لحتى نبرر بعض التنازلات التي لا قيمة لها طيب هيدا الوضع السياسي بمجمله من ملف الرئاسي للمجلس النيابي بشكل عام ولكن أيضا على الصحة السياسية في لبنان عنا وضع أمن مترد جدا عبو استهدفة شحني للجيش اللبناني أيضا تفجيرات استهدفة مدنيين عسكريين أسرى بإيد الإرهاب واقعنا الأمن في ظل وجود إرهابيين بجرود عرسال ويتسللون إلى عرسال وتهديدات بإعدام العسكريين الأخرى كيف بتقيم هذا الوضع لكن أنا أنا مواطن نعم وأنا لا أستطيع أن أتفلسف كثيرا من مسألة القضية الأمنية وقضية ماذا يجب أن يعمل ومن الذي يجب أن لا يعمل أنا بفهم أنا مواطن إلي عليها مع دولة مفترضة افتراضية طالما نعيش بالأحلام الافتراض والدولة عندها مؤسسات ومجملة مؤسسات الأمنية وفي مقدمة هذه المؤسسات الأمنية بأحداث من النوع هو الجيش اللبناني أنا وراها المؤسسة وألتزم بها التزاما كاملا وأدعم قرارات دعما كاملا ألا الأمور بنتائجها الأمور بنتائجها وهون مسؤولية الطبقة السياسية اللي لسوء الحظ طبقة بتعرف أنتي مهترية طبقة لم يثبت حتى تاريخه بمسألة نظرطة للدولة أما نظرطة لكيانية المذابية موضوع آخر للدولة ثبت أنها طبقة بعضة بمعظمة مقصرة قاصرة غير قادرة أن تنتج استراتيجيات كبرى وتستقرئ المستقبل لتحول دون الوقوع بأفخاخ ذات أبعاد استراتيجية بنتائجها مدمرة على شعبه طبقة متخلفة على المستوى العام خلينا نأترف هلأ نحن منعتبر أنه أهم نقطة هي منع الفوضى والفتنة لأنه أنا أعتقد أني أنا بشيخ بالصورة أعمال عسكرية تستطيع أن يقام بها تحدث متغيرات كبرى على مستوى موازين القوى في الدولة اللبنانية ما حدا قادر يشتيح مناطق إنما في خطورة تعميم الفوضى في خطورة إحداث فتنة ومن هون أمتليع بتلاحظي أنه في عمل ممنهج بدروس معلن لجهة إجراء قتل لعسكريين من طواف مختلفة يغراهنون فيها على ردة فعل تؤدي إلى إحداث فوضى عندها يمكن لكل القوى المؤيدة والخلايا النائمة وا 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 أنت ترعرع فتستيقظ وتعمل هذه شو الرد عليها الرد عليها هي في تقوية مؤسسات الدولة وفي أعلى درجات استنهاد الشعور الوطني العام والوحدة الوطنية والحقول دون أي ردة فعل من شأن أن تؤدي إلى ملات أحمد أقبه واضحة هذا الأفق اللي شايف أنا بالمدى الأصير على المدى المتوسط من الممكن أنه تصير فيه تطورات أكثر إيجابية على مستوى إحداث بعض المتبدلات على المستوى العسكري لأنه بالنهاية الحملة التي ستستهدف القوى الأخرى على المستوى الدولي وعلى المستوى الإقليمي ستكون حملة كبيرة ولأنها حملة كبيرة سيكون هناك يعني لزوم من أن تركز هذه القوى وهي قوى ذكية وقوى قادرة أن تفهم مصلحة وتعرف مصلحة ويجب عدم الاستخفاف إطلاقا بقدراتها هي ستجبر أن تركز معركة في مواقع معينة أكثر أهمية من أرسال واضحة وبالتالي أكثر أهمية من الساحة اللبنانية التي تحمل في طياطها تنقضات كثيرة تحول دون تنفيذ المخطط وبالتالي أنا أعتقد أنه على المدى المتوسط فيه إمكاني أن نشهد تبدلات على مستوى موازين القوى ونتائجة مجرد عسكريين أسرى ومخطفين لدى هذه الجماعات كيف شايف أداء الحكومة اللبنانية في التعاطي مع هذا الملاف ما بعرف الأمور لا حد تعاطي نتائجه فشل فشل لا أدري من اليوم اللي طلعوا المسلحين بحذتهم المخطفين من إرسال حتى هذه نتائج العمل هو نتائج سلبية نتائجه سلبية لأنه فقدنوا ناس أحباء أعزاء من وطننا من مختلف الطواقف لهم مكاني وأهلي ونتصرف بطريقة بأعلى درجات الوعي من بيت حمي لسيطة لعكار لضراب لوسط كل المناطق لذلك علي النتائج النتائج الأمور بنتائج لحد لا تبشر بالخير لا تثمي لا تستطيع ما فيك الثمني هالعقل السياسي الاستراتيجي اللي بيشتغل بالبلد طب دولية الرئيس قل قرارتك لهذا المشهد هل ما في جدية بطعات المفاوضين يعني لأنه قطر استلمت الموضوع من البداية بعدين هلأ توركيا وشهدنا أعدامات لجنود فاوض هني منه مستلمين الموضوع مين هني الدولي يعني قطر مش يمسلمي قطر وتركيا دولة لبنانية أنا ما بقدر إحكم على على شو قطر بده وشو قطر خلفياته وشو قطر أهدافه يعني لأنه أنت كمان عنديك مشهد معقد لأنه في بعض المخطوفين بإيد المصران وبعض المخطوفين بإيد داعش في مطالب يعني مختلفة وبالتالي وبالتالي هل الملف بوحد لا لا داعش بتقبل تحده مع النصر وده النصر بتقدر تحده مع داعش وهذا صح تم أعلانه هل هذا العمل هو عمل منسق أو غير منسق الجواب على ذلك يرتب نتائش اثنين أين هي ولااءات النصر وأين هي ولااء داعش هذه أجوبة تستعداش إلى دقة متنائي وعمل استخباري وأجهزي بدأت جيوبك عليها ثلاث ما هي دور الدول الإقليمية في قدرتها على التأثير على هذا أسئلي كبيري أي شغل الدولي وبالتالي أنا كمواطن علي شوف النتائج اللي بتمنيها تكون خير وبتمنيها أنه هؤلاء المخطوفين اللي هني راح منه من راح قضى نحبه والله يرحمه وله جنات الخل أن يعود من هو إلى حضن أهله وعائلاته ولكن المسألة والمشهد معقد جدا ونحن بانتظار النتائج طيب هيدا بملف المخطوفين ولكن بملف عرسيل اللي هي تشهد دايما تعديات من قبل المسلحين ودايما بيدخلوا بيختطفوا ناس لغايات خاصة فيهم كيف لازم يكون تعاطي المؤسس الجيش اللبناني معهم هل الجيش بحاجة لدعم لتنفيذ مهام أوسع ما بقدر كمان حبيبتي لك دعم وتنفيذ وتغطية مطلقة وكاملة يعني هذا موضوع خارج إطار النقاش هذا موضوع يجب أن يكون وأي علامات استفام حول الموضوع بخلفيات حسابات ضيقة مناطقية محلية أو مذابية تكون مدمرة وقاتلة تكون مدمرة وقاترة أعلى درجات الوحدة يجب أن تتأمن وراء الجيش اللبناني في هذا المجال وأعطاءه صلاحية مطلقة لا تكون قبل هذا المفروض يسير دولة وهذا لا تقبل أي طريق من طرق المراجعة لأن القائد الميدان وقت يكون أبيخوض معركة والمعركة مش معنتها أسناء فقط إطلاق النار المعركة يتخلل إطلاق نار وغير إطلاق نار أبشاك لا يجوز سؤاله ماذا تفعل هو بيقدر الوضع هو الأقدر على تقدير الميدان لسوق الحص في لبنان ما ثبت لحد هل أنه هاي الطبقة المسؤولين أو السياسيين أنه هني بها المستوى هدا يعني ما في قرار سياسي واضح لأطاء الأقدر أنا ما بدي يعني إلعب دور لأبيعمل مندبي مستمرة نحن نأمل غيرا ونرجو أن تكون الحكومة برئاستها قد استفادت من الأبر وأن يتطور موقفها باتجاه خدمة ما تراه هي مصلحة عامة لبنانية ونحن مواطنين نتعطى مع النتائج مصلحة عامة لبنانية المصلحة العامة اللبنانية التي تتحدث أيضا بهذا الظرف الأمن الخطير بتنصيق مع جيش عربي سوري موجود أيضا على حدودنا وهو أيضا عم بيواجه هذه الجامعات وبرغم لديه كله نحن وراءهم وراء المؤسسة العسكرية لا رأي لنا على الأطلاق بانتظار النتائج والتراب دولتك هل خايف أيضا على المشهد بترابلوس الأوضاع الأمنية غير مستقرة ما هي الأوضاع الأمنية بترابلوس جزء من الأوضاع العامة ما فيك تفصلي ما يدور في ترابلوس أو ما يطفو على السطح في ترابلوس على الراديويات أو على شاشات التلفزية بإحتفالات بمهرجانات أو بي بدوم تخطيئة أنه هيدي جزء من كل هاي الساحة الإقليمية هيك أنت صفيتي ساحة من ساحات المنطق من شرق البحر الأبيض متوسط حتى الموصل حتى أفغانستان بس دايما كان الحديث عن تحييد لبنان ولبنان ما بيشهد هالتوترات ودايما في غطاء دولي لأمنا كان دائما الحديث هكذا ولم يكن الفعل هكذا في يوم من الأيام يعني هذا بيمطبئ كمان على الدعم ليشهدوا لبنان الكلامة لاستقباله النازحين السوريين ووعود بتقديمات مالية شو بدي بالتقديمات المالية قبل بتقديمات المالية شو هي كل القصة بايع وشرة وأنجز للا أنجز لك والإيد اللي ما فيك تكسرها بوسها وإعليها بالكسر وإيجا فات نازحين على لبنان بدي اعتبر ملائك أهلا وسهلا مش بيتنا نطعطها مع النساء أنت شفتلي كيف صار وين الدولة الاستنهادة الذاتة لخلقية المحلات التي تستطيع أن تبقيهم تحت إطار الضبط يقاعون وين الاستنهادة اللي صار لتأمين أماكن لهؤلاء النازحين ما يجن تنعكس سلبيا على المجتمع اللبناني وعلى البيئة اللبنانية حالة مدمرة تم إغراق لبنان بالنازحين تركيا استقبلت واحد بالمئة من مجموعة للتركيا وينخلية زبيدة كان عندي كامح وسجلت تقارير الأمنية أكثر من 8000 حالة يا أختي شو بدي بالصراع الدائر بسوريا أنت خديها فقط أنه في بشر مثلك مثلهم جيين لعندك بسبب زلزال كارث تمت ببلدهم مليون مليون ومتائم مليون وخمسم يفيتين لعندي أكثر من الآن وما ليك ما بتترسي النتائج الأمنية على المشتوى الجزائي على المستوى السياسي والأمني والمقابرات على المستوى الجزائي قديش بتولد مشاكل شو بتعمل بالعلاقات بينهم وبين الناس في حال أعدوا بين البيوت حتى على المستوى الاجتماعي والاقتصادي هيدا الأم قوله هيدا وين هيدا تولي وين فتى الفتيان دولة الرئيس نجيب المؤاتي حد سوى لا فرش الرئيس السابق ميشيل سليمان أوه الذي وقف لي كي ينقض كلام وزير الدفاع عندما عقد مؤتمر صحفيا في وزارته بوجود كبار زباط الجيش اللي بتهنيه في مكتبه وأدله وقال بعد مقتل الزابط المشعلاني والبهدل اللي نالت للإهاني التي طالت المكافحة شو أعلن في قاعدة بيقوله بيقوله لا ما في قاعدة لا لا يغطي على الوجود لحتى يظل خادم مخطط التورط في سوريا تورط في سوريا طبعا برغم رفع شعار النائب النفس بعدين شعار اللي يغطي واستقفت الدول الغربية بس لقيت انه 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 العملية طورت على الساحة الحدودية وفي المناطق ضد المصلحة رفعوا شعار عدم النائب النائب فهدا هدا الأمور قصة خطيرة هاي هاي مرت بدون حساب فأنتي عن شو أم تحكي فلذلك لبنان الدولة غير موجود موجود كيانات مذهبية بالبلد يجب أن نعترف كل كيان له حدوده له أعلمه له أعلمه له ماليته له مؤسساته له ثقافته له طقوسه له علاقاته بالخارج وعليقة بالخارج شو فيه لق علاقات علنية لق علاقات بطريقة لم تكن على هذه الشاكلة منذ أن كان لبنان حتى اليوم لذلك فيه كارثية بالتصرف هلا عم يحكي عن مخيمات للنازحين بدون ينشقوها على الحدود إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله ممكن تشكل باب علاج لهذا الملف بدون دعم دولي لأنه بيكلف هذا المشروع كتير باب للارتزاق جديدة برأيك هيك؟ طبعا هيك كانت كل عمره بسنة 48 هنتابع حوارنا معك نائب رئيس مجلس نواب السابق للفرزلة هنحكي عن الاستراتيجية الدولية لمكافحة الارهاب ولكن مستمعينا بعد الفاصل أعلاني خليكن معنا اشتركوا في القناة نجديد مستمعي إذاعة رسالة نرحل فيكم ومنتبع حوارنا السياسي مع نائب رئيس مجلس أنواب السابق الأستاذ إلي الفرزلة أهلا وسهلا فيك نجديد دولة الرئيس أهلا فيك أهلا أعلنت الوئة المتحدة عن استراتيجيتها الدولية لمكافحة الارهاب وبدأت بضربات جوية على تنظيم داعش الارهاب في العراق وأيضا في سوريا وأعلنت وزارة الخارجية السورية أنه كانت على علم بهذا الموضوع بالبداية شو يتعليقك على هذه الاستراتيجية الدولية لمكافحة الارهاب وهل ممكن أن تعطي نتائج على الأرض لا يمكن للأمريكيين والولايات المتحدة الأمريكية بقراءة سريعة أنه بقراءة سريعة أنه يظلوا حطين راسهم بالرمل وأبتصرفوا على قاعدة فل نترك هذه المنطقة على قاعدة ضبط إقاع الصراع فيها وبالتالي منحول المنطقة إلى كمين استراتيجي كبير يتم اقتتال الناس فيها بعض مع بعض جيوش قبائل شعوب مناطق قراء مدن مع تنظيمات إسلامية بفوتوا ببعض البعض وبالتالي نحن يعني نتعاطى مع النتائج وهذا ما كان يحدث عمليا وهذا كلام عبر عنه عقل لا يزال هو العقل يمثل العقل استراتيجي في الولايات المتحدة الأمريكية هري كاسنجر بعد معركة بابا عمرو وأتلاقى أنه بمعركة سوريا في شيء اسمه جيش قادر أن يصمد وأن يسقط هذه المنطقة الاسمى بابا عمرو بكل تعقيداته السكاني والعمراني وأساوة الصراع فيها أقدم على تحقيق ما حققه وبالتالي بقي واحدا موحدا واستمر هندها خرجوا بخلاصات استراتيجية أنه من الممكن أن نحول هذه المنطقة إلى المكان التي نستقدم أو يستقدم فيه كل التطرف في العالم إلى هذا المكان وبالتالي تقوم هذه الجيوش بالاقتتال مع هذه المناطق لا أضعف الجيوش أضعف الجيوش وتقضى على المتطرفين اثنين سواء وتدمير البلد والدولي وبالتالي تحقيق قدر استراتيجي أولا هو خدمة إسرائيل تالتا ابقى هذه المنطقة حالي منهكي وحالي مدمرة ورابعا تصفية الناس اللي كان لهم عليها بـ 11 أيلول كخط سياسي أو كخط إديولوجي أو فكري أو ده تأجا كثيرة وهذا ما بين وتبين مما سني يا ربيع عربي واضح التطورات إنه لو أبدا حكيها قبل وكنا نحكيها كانوا يقولوا هادي غاية خدمة الأنصيمي الحقيقة مش غايتها قد تلعظمي هاي هي اللذي نشهدوا اليوم اليوم بعد أن أعلنت دولة الداعش في بلاد الشام وفي الإراء دوجة الخلافة وقف أبي بكر البغداد يقول أنا خليفة المسلمين ما عاش فيهم نسكتوا لأنه هاي شو بتعمل هاي أنتجت مرجعيه على حساب مرجعيه الحاكم في المملكة العربية السعودية لأنه العقيدة وحدة والثقافة وحدة والإديولوجيا وحدة اللي هي الوهبية مش هيك طيب وحد قام يقول السلطة إلي مش إلك يا ملك وبالتالي كانت المعركة خلق دار الإسلام يعني تعالوا أيها المسلمون إليها تعالوا دافئوا عنها من دار القفر دار الحرب وبالتالي هذا الصراع لم يعد باستطاعته مقدوره أنه يسكت عنه واضح دور المخابرات واضح دور التدخل التركي التسهيل فتح الحدود لدخول تركيا على قاعدة أنه هي الضلع الأساسي في أي نظام إقليمي يمثل السنة على حساب المملكة العربية السعودية العربية وبالتالي كممثل للسنة في المنطقة وهكذا دواليك وبالتالي أنت قدام واقع لابد عمرياً شو هاي الاستراتيجية الدفاعية لنا عمرياً الاستراتيجية حرب الأراضي هي تخذ قرار أنه يجمعوا دول الخليج ويفوتوهم بسراع دولة داعش في غرايك هلأ الحديث أنه فرنسا وكندا وجهوا ضربات جوية فرنسا وجهت أمريكا هاي ما بتقدموا بتأخر لأنه الأمريكان بش حاوزين طيران لمنهم الميدان لما الأمريكان بيقدروا يعملوا الطيران الفرنساوي وغيره لوحدهم مش هلقدي مشكلة عليهم فإذن الغاية العملية شو الغاية العملية الفعلية هي تجميع دول الخليج حيث الوهابية وإدخالها واللي بتربطها حدود مع دولة داعش واللي هي إلى مصلحة تحمي زحف داعش باتجاه مناطقة حيث بدت تلاقي دعم شعبي وحضان شعبي وإذا أمر ثابت وبالتالي المعركة هون ستتطور كثيرا هلأ بيها الأسناء وطبعا لحماية ما يعتقدونه أنهم أنجزوا في العراق وبالتالي بقي مسألة سوريا أنا رأيي شخصي بين إيران وبين النظام بسوريا الدولي ما هني هايدي القوى الميدانية لا فعليا فعليا أبتقاتل الأرض البيئة كله طيران بيضروب طيب هيني قصة يعني طيران لم يغير معادلات بيئة بيغير معادلة بس ما بيحسب معركة بأفغانستان وما حسن معركة بالإراق وما حسن معركة ومن كان إنه دور أساسي ويساعد بيبقى في هجوم على شي قرية تضرب التجمعات قادمة بتأسر على الهجوم بس ما بتقدي تقدي على الناس بتتخبر الناس بين الأهلي بتتخبر هون مش لقدر بيت الجوينا يروح مدنيين بنسبة عالية خلصت بأفغانستان بدون خلصواها بأفغانستان وبالتالي أنا أعتقد إنه هاي معركة طويلة يعني حتكون مدتها طويلة جدا وهي طويلة لاي طويلة كمان لأنه الأمريكيين بدون يعملوها أو أبيرعوها وبالوقت نفسه بدون يطبخوا واقع المنطقة كيف يجب أن يكون في مرحلة ما بعد من خلال مثلا دعم المعارضة اللي هني بشوها معتدلة بسوريا بدون يقووها أنا بعتقد كمان هدا غايتها غاية تاكتيكية سقفة تاكتيكية لأنه هاي المعارضة وين بدأ تروح أول شي بدأ وقت لا تتدرب وبارح كنس رئيس الأمريكي أبيقول ما في معارضة وين في معارضة الشايك قال طيب في طرد يدرب وفي طرد وجوده وإجت على سوريا بعد سنة ستة شهر وين بدون يروح بدون يروح ويني أبيقوله غايتهم قتال داعش يعني بدون ياخدوا المناطق اللي بيقيد داعش بش هيكي بمساعدة الطيار الأمريكي يلا هاي دي شرف تركيا شو بدأ تعمل على حدود تركيا هذه المناطق طيب خلي يروحوا على المعاركي شرف وهي اللي بتفسرنا الصراع بارح القصف بالرقة وقصف بشمال حلب على الحدود التركية من قبل الأمريكيين إذا صح النبأ اللي شفته اليوم هيدا بتفسرنا ليخلقوا مساحة إذا كان جاهزي ما يسمى معارضة إننا نستلم محله تركيا مشاركة بهذا التحالف دعمته ولكن هي أعلنت إننا ما بدأت شارك كانت عم تتزرع بالقنصل اللي عنده بالسفارة خطف هذا الطاقم التركي بالإراق كان تمسيلي لتغطية وتبرئة الذات عن إنه مش نحن وراء دخوله من خلال حدودنا ومن خلال مناطقنا على والبرزاني اليوم بس همي التصريح بره تركيا من هذا العمل بدي يبري حاله لأنه هني فاتوا عن طريق تركيا كردستان إلى الأنبار ولا الموصل يعني هيدا المعركة بشكل عام هي معركة لأحتواء داعش وليس القضاء عليها طبعا للمصالح لا 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 أنا برأيي إنه بدون هني المعركة ما في أحتواء لا معركة أبعد من هيك معركة أبعد من هيك هاي معركة الانتقام الكبرى لـ 11 أيلول حتى أعلنها هي بذكرى 11 أيلول الرئيس الأمريكي أنا باللي قراءتي للموضوع هذه معركة الإحتواء هذه معركة هي معركة مشتمرة ولكن هذه معركة الانتقام الكبرى لـ 11 أيلول لأنه لن تقتصد فقط على العراق وعلى سوريا ستشفل مناطق أخرى والصراع سينتقل إلى مناطق أخرى ما ننسى أنه صحراء الأنبار هي امتداد لصحراء نجد طب لبنان وين موقع ولبنان شارك والديرة الخارجية لبنانية بإجتماع دماغ بإجتماع السعودية بجدد بلد مثل ما بتعرفي صغير وبلد يعني معقد وفي تنقضات لا يكلف الله نفسا إلا وسعها يلا والتابع يتبع المدبوع وهو تابع هو بانتظار ما ستقول إليه نتائج المنطقة ولكن بيع الأثناء بيع الأثناء في محاولة لحتى يحافظوا علي واحد موحد على مستوى هذه الهجمة وعلى مستوى دعم العسكري لجيش وأنا بعتقد رح تجي مساعدة عسكرية للجيش نوعية ولا عادية مثل عادة ما تقتضيه وما تتطلبه هذه المعركة بأعلى حد أعلى حد مسموح فيه يمتج هذا رأي هذا رأي هذا رأي يعيك رح يصير ولاي لأنه فيه المصلحة مش بدي فيها ما رح نقش هالموضوع هلا ما رح نقش المصلحة لا هدا الموضوع ما رح نقش وما إلي علي أفيه عسكري ما شو إلي علي أه بدون يدعموا الجيش وبدون يضغطوا ليخلوا حالة التوحد بين القوى السياسية قائمة وطبعا هون مطلوب دور متقدم مثل ما بسمع وبشم بالجرائد من الرئيس سعد الحديد يعني إذا كان بالفعل في معركة ضد الجماعة هاي ما بتنعمل بالرموت كنترول هاي بدأ تجي تنخاض على الأرض وإفهام البيئة السنية إفهامها ملا جاملا أبعادها وأهدافها لتحافظي على حالة التوحد بين اللبنانيين رئيس سعد الحرير دايما عم يعلون دعمه للجيش للبنان ومساندته للجيش بس الظاهر إنه المطلوب وجوده على الأرض عودته للبنان هاي هكذا فهمت ممكن نشهد عودة قريبة متل زيارة السابقة يقولون هكذا لا أدري هاي طبعا متقررة المملكة العربية السعودية لأنا أولادتي وشو في الاتفاءات اللي الاجتماعات اللي بتتم بين السعوديين والإيرانيين الأمير سعود الفيصل تقوى وزير الخارجين حمد جواض ضريف في دينيور صحيحة هي اجتماعات في غاية الأممية فين تجيد الطرفين عبروا إنه كان جيد طبعا طبعا لكان التطورات في غاية الأممية التي تطرق لتم توصل لألو على المستوى الاستراتيجي بالنسبة للسعودية لأنه اليمن بالنسبة للسعودية أهم من كلها أولا اليمن ثانيا العراق بعتين لبنان وغير لبنان اليمن هي في قلب المملكة اليمن هي كل العائلات السعودية بالنزاوية الاجتماعية أصورة يمنية اليمن بين اليمن والسعودية ما في صحاري بينما بين العراق والسعودية في صحاري اليمن المنطقة الشرقية المحاذرة المنطقة الجنوبية منطقة في غاية الأهمية وبالتالي أحداث اليمن موقعها الجولو بولوتيكي في غاية الأهمية رحبت السعودية بالأتفاء التام التواصل لألو باليمن لأنه الأوثيين تصرفوا بطريقة في غاية الزكاء والفام وأتقالوا نحن لا نريد أن نغير في المعادلة مظبوط ربحنا بإصارها والأطماء ومظبوط أنه هزمت كل القادة العسكريين اللي كانوا أبي شكلوا أركان النظام السابق سواء على مستوى الأحمر أو غيره من القبائل ولكن ولكن نحن لا نريد أن نغير شيء هذه إرادة الشعب اليمني أن يتم تنفيذ الاتفاق الحراك الشعبي تم على قائدة تبني مطالب الاتفاق نحن نتمن أنا بقي على نفس المطالب بحكومة جديدة موقف من أعلى درجات الفهم والزكاء السياسي اللي أنا شدته لحركي في المنطقة العربية طيب هذا اللقاء لجمع الأمير سعود الفيصل مع وزير الخارجي إيراني ممكن نشهد قريبا لأله نتائج على الصعيد المنطقة بشكل عام ولبنان أيضا طبعا طبعا بكتشوفي نتائج مش بس نتائج سياسية هلأ بتاخد وقت قريبا بعد أولا حيكون الملف اللبناني أولوي ولا لأ 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 كله 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 أهمية ملفات بتمشي مع بعضها إلى أنه جبات واحدة أولا هذا رح يمهن لأن يلد الاتفاق الأمريكي الإيراني والغرب الإيراني بالتوقيع النووي بتشرين بصورة هادئة بالرغم من المغسل الإسرائيلي صح التامين بس هذا يمكن أنه يخفف من حدة الصراع المذهبي اللي كانت المملكة العربية السعودية أبتقوده بوجه إيران في المنطقة وطبعا بدت ناكس على لبنان إجابا حتى بلا ما جيب سات الإيراق لأنه الإيراق عندهم جبهة وحدة طيب مبارح الإيرانية بفوتوا بأمرلي على الحدود الكردية الإيرانية هي العراقية الإيرانية فاتوا هن يساهموا بهزيم التاعش بأمرلي طيب هاي بدي تساعد على خلق الساحة تكون مشتركة بين ولو بين السعوديين بمنطقة الإيراق لأنه دور السعودية بالإيراق دور مهم نظرا لعلاقتها مع العشائر السنية اللي عندها امتدات طبيعية بالتأجاه المملكة في الإيراق وفي منطقة الأنبار وغيرها هاي بدي يكون إلى نتائج على مستوى الطمأن لجهة إمكانية تدخل إيران بحرب ولو بشكل موازي لقيام التحالف الكبير بالاشتراك في عملية ضرب الواقع القائم على الأرض يعني ما بيمنع بكرة يشوف طيران إيراني عم بيضرب مثلا بمناطق معين ممكن هذا الشي نشهد طيب ما فيش مانع لعنوا هذا مناخ خلق مناخ خلق تجربة الحوثيين بالالتزام بالاتفاق وأنه بعد ما غيروا المعادلة الميدانية ما طالبوا بتغيير معادلة السياسية عطي التموذج لمسألة الارضباط السياسي وكيفية التعامل يمكن تلاقي بكرة تخفيف وطيرة الحدي في لبنان في العلاقة لذلك إلى نتائج جد إيجابية على مستوى هذا الصراع الدائر في المنطقة ضد هذا التطور وإلا شو معنى إدارة الصراع ضد التطرف والتكفير وتحالف كبير صدر مكنش عنه شيء ما هي قردية موجودة ما هدايش موجودة ودول القليش موجودة شو عملي تخير إنه جمع ودول القليش مع بعض البعض بمجمعين عمليا هذه خلقة مناخ لحتى تخلق ديناميكية وتخلق مجال رحب واسع لمشاركة كل الأطراف بدون حساسيات في هذه المعركة خصوصا دولة مثل الإراق في إلى حدود طويلة عريضة مع إيران إلا دوره إيدا لكتفة بالإراق نتم حديث عن الدعم الإيراني اللي كان عم يتقدم من العراق خلي نختم معك دولة الرئيس بأشياء الفلسطيني وبالمفاوضات اللي عم بتم الحديث عنها تستأنف بمصر بين فلسطين وأيضا بين الكيين الصهيوني ممكن نقدر نوصل لختمة أو اتفاق معين بهذه المفاوضات أنا لا أستطيع أن أراهل على هذه المفاوضات لمن قريب ومن بعيد المفاوضات سقف أهدافها متواضع هو فقط لجهة تأكيد على ما تم الاتفاق عليه بوقف إطلاق النار وبقاء هذا الاتفاق ومحاولة فاك الحصار نوعا ما قطاع غزة طبعا وهذا عمر في قصم منه سيتم ولكن هاي مفاوضات إسرائيل بدت بيعة بالسنطي يعني وقف إطلاق نار ولكن نحن ممكن نشهد عدوين جديد على قطاع غزة بشك ما بأخد هذه التجربة ما إلى غاية ما بتحقق شي بعد الأحداث الأغيرة واللي حقيقة الشعب الفلسطيني أثبت يعني قدرته على الصمود وقدرته على التصدي بأبسط أنواع السلاح المتوفق ورغم الحصار كان عم يرسل ثواريخ على الجيان معاش إلا معنى للهجوم بدنوا يحاولوا يعني يطرحوا مواضيع عديدة تبدأ بالواقع الميداني بغزة وتنتهي بعلاقة السلطة الفلسطينية وحماس ودور حماس في التعاطي مع السلطة ونظرة السلطة في التعاطي مع الواقع الإقليمي كله لذلك مفاوضات ستكون معقد يبدوات طيب على أمل أكيد أنه يصير في تحسن بالوضع الفلسطيني بشكل عام ووحدة فلسطينية بين السلطة وأيضا بين حركة حماس لأنه بحاجة للشعب الفلسطيني أنا أبدأ أشكر حضورك معي نائب رئيس مجلس النواب السابق لي الفرز لأهلا وسهلا فيك وشكرا لوجودك وعلى أمل اللقاء مجددا في حلقتين مشوقة معي كهذه للإطلال عبر إذاعة الرسالة التي نحب ونحب جمهوره ونحب من يستمع إليه أهلا وسهلا فيك دولة الرئيس لهن مستمعين بنوصل لختم حل أتناك للتحية لكم مني باتول عبدون في الأعداد والتقديم والزميل علي عمران في الإخراج الإذاعي إلى اللقاء اشتركوا في القناة